يا شباب العراقي تقدم مركز واحد بتصنيف الفيفو وايضا راح نحكي لكم عن ابرز لاعبين المحترفين وشنو اخر مستجدات اللاعبين وهو سألتون عن القناة الناقلة للقرعة وجبتلكم القناة اللي تنقل القرعة بشكل حصري غدا ان شاء الله الاخبار مهمة جدا يا شباب تابع الفيديو لنهاية حتى تفهم كل شي اول باول السلام عليكم حبائب قلبان رضا حبيب حياكم الله ونجي الى اول خبر يا شباب العراق يتقدم مركز بتصنيف الدولي طبعا بعد هزيمة منتخب جماهيك العراق يتقدم مركز ويصبح مركز 54 بالتصنيف الدولي حاليا اصبحت منتخبات اسيا تتلافى مواجهة العراق شلون ما كان وطبعا انا احجي لكم عن منتخبات الخط الاول بقارة اسيا ولو بيدهم هم يوخرون عن طريقنا حاليا الكل منتظر ويترقب قرعة تصفيات النهائية طبعا احنا كعراقيين مسيطرين ونلعب بالبصرة وامورنا تمام والحمد الله كل شي مستقر والامور تبشر بخير اي منتخبات راح تصير ويانا هلا بيها ما يهم اليابان ايران كوريا غيرها الكل مرحب بهم والعراق بانتظارهم انا كل يتقب منتخبنا قادم الايام ولعدة اسباب طبعا واولهن واهمهن جميع المنتخبات يا شباب مدهور حالتهم اكو بدل مدرب جديد هالفترة اكو حاط مدرب جديد هالفترة انه بيان ما يكمل تصفيات النهائية واكو منبدة اللاعبين واسماء جديدة بالمنتخبات فمنتخبات اسيا هالفترة مدهورة سواء بالتشكيلات او بالكادر التدريبي وهي تصم المصلحة العراق فاحنا الحمد لله نعيش حالة استقرار تامة ولحد يقل ليوميا كاساس يلعب تشكيله ما مستقر لا مستقر بس موسع عقله باللعب يعني معتبر الخمسي اللاعب عبارة عن 23 لعب يوميا يلاعب اسم فما معتبر ل23 زيني والبقية مو زيني لا كاساس حاط جميع لاعبين بالفورما اي لحظة يستدعي لاعب تلقي جهز مية بالمية طبعا هذا الشي اللي يسوي كاساس ويمنتخب العراق وقليل من الناس اللي فاهمته المهم يا شباب وايضا تم الكشف عن الكرة الرسمية اللي راح تكون بالتصفيات النهائية واللي هي هاي صورتها قدامكم طبعا بالأيام القادمة راح توصل الى الاتحاد العراقي الى ملعب جذع النقلة بالتحدي لان عدنا لعب بالبصرة ولازم بها الكرة نلعب حسب توجيهات الفيفا المهم يا شباب قرعة التصفيات النهائية راح تكون الخميس الساعة بالعشر الصبح يعني غدا ان شاء الله لا تنسون راح نكونوا اول باول لنقل امور القرعة طبعا القرعة منقولة على قناة بين الاخبارية بين سبورتي الاخبارية طبعا راح اعطي لكم صورتها ايضا شرح اخليكم اول باول بقناتي بالتليجرام رابطها بالوصف وعدنا يا شباب اخبار لعبين راح نحكي لكم اليوم عن كل لاعبين منتخبنا اللي تسئلون عنهم دائما هسا نيجي للعب علي الحماد اللاعب مصاب كان مثل ما تعرفون وهاي الايام هي ايام استشفاء اللعب وعدنا خطوة حلوة من علاو وبا يا حبيب علي الحماد خلال الاسبوعين القادمين سيسافر الى النمسا تدروه ليش يا شباب حتى ينخرط في معسكر نادي ابسويتش داون طبعا المعسكر تحضيرا واستعدادا للموسم المقبل من البريمارلي اللي هو افضل دوريات العالم ومدربي بسويتش كرين ماكي نقال علي الحماد جزا كبيرا من نادينا الموسم المقبل في البريمارلي طبعا هاي اهميات اللعب وين اللي يحشي على علي الحمادي هاي امكاني تلاعب خلي شوفون علي الحمادي الشنو خلي يعرفون انه علي الحمادي الى اسمه وحجمه بنادية الانجليز النادي معتمد عليها وعالجه ومهتمبي ومستدعي ايضا بالمعسكر التدريبي وايضا رفض المدرب ماكي نسماح للعب علي الحمادي بالمشاركة بالاولمب شخصيا انامو ويستدعى علي الحمادي صح ما عادنا مهاجم فقط اي من حسين فوق السن القانوني بس اللعب عاد من اصاب ويريد يستعد للموسم المقبل اتركوا ياخذ راحته ويستعد زيال للموسم المقبل الدوري قوي والكل تعرف الدوري الانجليزي دوري كبير وقوي بالاحتكال لازم يتحضر زيال بالمعسكر ويرجع للعب ويطور من نفسه على راحته ويا رب موسم مليء باللحظات الجميلة العلاوينة بالتوفيق ان شاء الله وعدنا خبر عن زيدان اقبال رسميا اكدش نيش الغياب زيدان اقبال عن قائمة الاولمبي بسبب تلقي اجابة من نادي اوتريخت لايميالات الاتحاد العراقي بالرفض بس الشباب عدنان درجال لم يستسلم بشأن رفض نادي اوتريخت تفريغ اللعب وسيعمل جايدا باخر محاولة ليقنع ادارة النادي لتفريغ اللعب درجال مصر طبعا على وجوه زيدان اقبال حيث يتوقع من اللعب اداء كبير ويكون عمص فعال بالمنتخب الاولمبي عدنان درجال يريد يصنع انجاز بالاولمبيات بشتى الطرق هل يستطيع اقنع ادارة اوتريخت؟ جاوبونا بالتعليق طبعا هاي كل ما يخص اللعب زيدان اقبال واستدعاه للمنتخب الاولمبي ويضا لدينا اخبار عن عودة دانيول السعد بس شنو من عودة يا شباب غير شكل دانيول يعود للمنتخب العراق وهو محترفة بنادي هيرنفين الهولندي يعني شنو الامور يا شباب اللظيم على عنادي اللي يضوج باللاعبين المحترفين ومسبب مشاكل بالبيجات الفيسبوك اخيرا دانيول العاد تعال يا شباب خلسوا لكم اخبار دانيول اضاف دانيول السعد علاقتي مع كاساس جيدة جدا وسوف اغادر اليوم الى هولند ومتشوق لسعادة جماهير العراقية ويشكر كل من سأل عنه والكثير من رسال الحب من العراقيين وايضا كاساس يا شباب اشاد جدا بخطوة انتقال دانيول الى الدور الهولندي الممتاز وهو متواصل معه منذ بطولة اسيا الاخيرة وطبعا اخر تواصل بين اللاعب وكاساس يوم الجمعة الماضي كاساس اكد له بانه يمكنه اللعب باقوى الانديا الاوروبية اذا استطاع الجذب الانظار في هولندا طبعا سيتواجد شهر التاسع المقبل مع السود ان شاء الله طبعا هاي متابعة اللاعب اللي تخلي اللاعب مبدع بكل مكان يلعب بكاساس نعمة الله جابها للعراق حتى يهتم بهاي الشباب الطموحة والمفيدة للعراق المهم يا شباب اولا انقل بالتوفيق ان شاء الله مسيرتك الاحترافية جديدة دانيول يا شباب اتجاوز الفحص الطبي الحمد لله واليوم سيسافر الى هولندا للمشاركة مع نادي هيرنفين الهولندي كلاعب لناديه الاول طبعا بعقد مليون دولار العقد رائع جدا يا شباب واصبح لدينا ثلاث لاعبين مهمين بالدور الهولندي وهو الزيدان اقبال وحسين علي ودانيول السعد ثلاثي مرعب واساسي بالمنتخب العراقي الاول وراح يكونوا المتواجدين بالشهر التاسع ولمباريات العراق بالتصفيات النهائية ان شاء الله وانقل لكم يا شباب ماكوشي او دانيولو لاعب للمنتخب العراقي ولا تصدقون بالبيجات البالفيسبوك والمعرضين الا تحب تخروا بالمنتخب المهم يا شباب راح نكون مراقبي للعب دانيولو بوك والخطوة بنادي هيرنفين وننقل لكم الصورة لحظة بلحظة باذن الله فهي يا شباب كل اخبارنا المهمة لهذا اليوم اتمنى استفاديتوا من الفيديو من المعلومات القيمة لانها يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى لأول مرة تشوفنا تشترك بالقناة وتتعامل من لايك تشجيع لنا استمر اكثر واكثر اشوفكم في الفيديو خبر جديد مع السلامة اشتركوا في القناة